السلام عليكم الحباب كيف انتم مالبس عليكم بخير أمركم مزيانة نتمنى يا رب يلقاكم فيديو ديالي في تمام سحة والعافية وتكونوا سنك سنك قبل ما بدأوا الفيديو البنات نصلي وعلن به اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد المهم البنات اليوم فيديو جديد فيديو اللي كنت غادي ندير معكم شحال هادي كنت نزلت لكم في اليوتيوب واحد البوست هكدا وكنت قلت لكم خليوا لي في الاسئلة ديالكم وفي صراحة كانوا اسئلة ولكن ما جاتش الفرصة فاش ندير هادي الفيديو واليوما ان شاء الله البنات غن دير معكم هذا الفيديو المهم غادي نجاوب على بعض الاسئلة طبعا مشي كاملين بش ما يجيش هكدا الفيديو طويل ولكن غا نحاول نختار الاسئلة اللي هما ضروريين ومهمين غادي نجاوب عليهم وقبل ما بدأوا الفيديو البنات متنسوش خطكم واحد جيم طبعا يلا عجبكم الفيديو ومتنسوش خطكم واحد بارتاجي مع الاهل ديالكم والاصديقاء بش هكدا ان شاء الله ستكبر العائلة ديالنا فمنتطولش عليكم وندزول الفيديو واول سؤالة البنات هو من واحد الاخت ناجية اللي قاتلي سلوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي الاسباب التي تتركينا اسبانيا وتعيشينا في فرنسا بالتوفيق ما هي الاسباب اللي خلاتني نخلي اسبانيا ونجي نعيش هنا في فرنسا فالسبب الاول واللي كام نكن امنوا به هو القادر هذا طبعا هذا هو واحد ادواء اللي فوق منهم القادر يعني كيفما نقول الرزق تالف في اسبانيا والله سبحانه وتعالى كتبني نرزق اخر هنا يا وكتبني ان حتى هنا غنعيش واحد لمدة كيفما خلينا البلد الاصل دينا اللي هو المغرب وبلادنا وفين خلاقينا وفين كبرنا فحتى اسبانيا كتب اننا نسمحوا فيها هذا كان يعني كأول حاجة فبالنسبة لي انا كيفاش حتى ما بقيش في اسبانيا وتحولت هنا كيفما قلت لكم كنت عودتها لكم في واحد الفيديو سابق الزوج ديالي كان جاته واحد الفرصة دعمه هنا يا هنا في فرنسا وكانت يعني حسن من الخدمة ديالو اللي كانت اسبانيا فصافي يجي هو هنا يا في اللي هو الجاغي باش يشوف ويعرف شنو كاين صافي يوم اللي يجا عجبوا الحال وعجباتوا الخديمة وقلس وجينا تحولنا هنا هدا هو السبب اللي يعني اللي خلاني انني نسمح في اسبانيا ونجي هنا ممكن ليش غنبقى انا تماما وهو هنا يا وكايني الناس اخرين اللي حتى هما كانوا في اسبانيا او لفشي بلد اخر وحتا هما كين يجي الفرنسا كين يبشى الالمانيا وكل واحد فين مشاو كيني الناس اللي من هنا من فرنسا باش تعرفوا بانها ارزاق بانا يعني تشي واحد ما كيحكم في الرزق ديالو او لشاد الرزق ديالو بيدو فكل شي بيد الله سبحانه وتعالى فكينين بناس انا كنعرفهم كانوا هنا في فرنسا وده بتحولوا الاسبانيا مهم كيف ما قلت لكم وكيني الناس اخرين اللي حتى هما جوا هنا كل واحد وضروف ديالو كيني اللي الضروف ديالو انه مبقاش لقى عمل حكم بانا مؤخرا كانت يعني جيت واحد الازمة اقتصادية يعني بعض الدول كانت تضررت فيها كيني الناس اللي مبقاش لقوها كعمل وكي يقلبوا على راسهم معلاش علاش لله مش يعيب كل واحد يعني الواحد مدم عنده صحتو عنده الامكانيات باش يقلب بلا صخرا ويبدل فعلاش لله سؤال اخر اللي ديال عيشة تازارا نتمنى انكم ان نلتقل اسماء هما هادو كفا عيشة قتلي السلام ختيف وقد جيت لفرنسا واش عجباتك اللي عيشة هنا انا عماين دابا باش جيت وما زال مولفت اسبانيا زوينا بالنسبة للفرنسا بالنسبة لهاد الاخت هذي باش نقول لك يعني باش تقدر يتول فيه والحاجة اللي دارت حتى انا باش يكنت يالله جيت رحمة شي سهلة يعني كي الواحد دوز واحد لمدة في واحد البلد اخر اللي التقافة ديالو مبدلوا وبزفد الحويج مبدلين للجولة التقافة لها بزفد الحويج وغادي تحول البلاصة اخرى او تاني ويبدأ من الظروفة هي صعيبة 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 فانا هدي هدي كنقولها لكم دائما في اي فيديو فارا كنقول لكم الناس اللي عوالين غادي بدلوا شي بلده وليجوا من البلاد هكا من المغرب ولا جزائر ولا سونس ولا وغادي يجي واستقرو في بلاد اخرى فارا شوية صعيبة ففالول را كتجي قاسحارة ما كيستحمش الواحد يعني لما عرفتيش تخرجي راسك من واحد الدوامة اللي كتعيشي ففالول فارا تقدري يجي كتئة وتقدري تتقنطي وبزفد الحويج غادي يجيوك فحاولي تعمري وقتك حاولي تخرجي حاولي تعرفي على ناس حاولي تقلبي على بلايس هكاللي تقدري تمشي تقري فيهم مثلا تألمي اللغة حاولي تندمجي حاولي تندمجي إلا قدرت تخدمي طبعا وكانت عندك يعني فرصة هادي اللغة باش تخدمي فعلاش اللغة حاولي تخدمي هكا غادي تدمجي راسك مع المجتمع وغادي تبدي تولفي بشوية بشوية بالنسبة لي انا ففالول جاتني قاسحة ما نكدبش عليكم ولكن الحمد لله ده باشي شوية بدينا كنولفو ما نقولش لكم اللي يعني باقي واحد الحانين باقي واحد الشوية ذي واحدة 20% باقي يعني الحانين السبانيا والأجواء وهذا وخصوصا الجو خصوصا ملي كي يجي هكا فصل الشتاء فالجو هناك فيما كتعرفوا الضباب الشمش ما كي ناعش الشتاء البرد بعض المرات كي تحت تلج يعني ماشي الجو بحسبانيا اسبانيا واحد البلد وخصوصا البلاصة اللي كنت فيها انا فواحد البلاصة اللي دائما مشمشة دائما الجو زوين مهم الجو كيلعب حتى هو دور كبير انا من اللي كي وصل هاد الوقت ديال الشتوة فشي شوية كي يجيني واحد شوية القنطة ولكن انا ما نكدبش عليكم بالناس عمرت وقتي عمرت وقتي حتى باليوتيوب معاكم هكا كنهضر معاكم شحالة دي ما كنت كندير فيديوهات بزاف ولكن مؤخرا الحمدو اللي بديت هكا شي شوية مواضبة على القناة كنحاول ندير فيديوهات كنحس بان يوتيوب كي ياخد شوية من وقتي كي يعني ما كيبقاش هي واحد الفاراغ باش هكا غنفكر في الله وهادي واسبانيا وعليش وجيت وهدي وهادي فما كنخليش هادك الفاراغ اللي غنبقى هكا نفكر في شي حوي يجلي سلبيين فكيف ما قلت لكم هكا انا قدرت دير على يوتيوب فاش كنت في اسبانيا ولكن فجيت هنا بحالي لعد رجعت كان خدم علي يعني انا ما كنش كان خدم على يوتيوب بزاف مهنة رجعت كان خدم علي بزاف عليش كان ونس راسي كان نعمر وقتي حتى انتو ماي اللي جاتكم هكا فرصة دي الخدمة ولا اي حاجة تقدري تعمري راسك بها فما تقلسيش لانا ما اللي غتعمري الوقت ديالك غتحسي بالوقت بدك يدود غتبدي تندمجي بزافت الحويج اللي غدي بدو يتبدلو ما غيبقاش لك هذا هو وقت الفراغ اللي تبقيت فقري فيه وتجمعي الطاقة سلبية وتعيشي في ذاك الكتئب وفاديك الدوامة ما كنت بكتبش عليك انا بيدي كانت يعني كانت في اللول كنت حسى هدل احساس اللي كتحسي به ماشي غينتي كينين بزاف الاخوات حتى وما كيسولوني بحل قدل الاسئيلة هادو كيقوا يسلوا وش ولفتي كين اللي كتقولينا خمس سنين كين اللي كتقولينا ست سنين ووالو ما ولفت فالبنات حاولوا تعمروا وقتكم حاولوا تخرجوا بزاف حاولوا مهم ما تخليوش للفارغ انتو ما حاولوا تخرجوا راسكم من هذه الدوامة وان شاء الله هيكون غير الخير وحاولوا تعمروا راسكم بانا احنا ما شيف بلادنا يعني احنا بيدنا غير هكا الواحد مهاجر محدو صغير كيخدم على راسك يدير مستقبل ودير بالك انه يجي واحد الوقت قدري ترجع لبلادك وتعيشي وسط العائلة والاحباب هكذا باش كتبقيت حيدي ذاك الاحساس الخيب اللي كيجي اللي انا حاس به تانا البنات صارحة مازال عندي الحانين وما زال كان حنل دكشي دات اسبان فضروري هاد الاحساس هادم عندنا ما نديرو ندوزل السؤال الرابع كنظن والي هو من عند وليد ولكن كنظن انها مره لانا قاتلي انا متتبعة المهم قاتلي يا سلام سلواختي متتبعة من اللي خيدو يعني هدي واقلة كانت كتعرفني فتح هي الناس اللي خيدو والناس اسبانيا كاملين والبنات كاملين اللي كيشاهدوني من كل بلازة من التجربة ديالك انتي واش الى بغيت بغيت نبدل اسبانيا نشوف شي دولة اخرى ولا فرنسا انا راجلي عندو بيرميد الكاميون وبغيت منك نصيحة واش انتي الى رجعتي اللور واش تختاري فرنسا او لدولة اخرى وشكرا بالنسبة لي انا ما ما تحتش فضل القضية ديال الاختيار واش نختار فرنسا ولا شي دولة اخرى لان انا ما خساريت حتى شي دولة ولكن القدر هو اللي جابنا الفرنسا ولكن نبغي نقول لك واحد الحاجة انه مشي مسألة اختيار فهي مسألة ارزاق الى مكتب لك تمشي لشي دولة او لا تبدلي او لا تقلسيني في ذيك البلاصة اللي انتي فيها فرع هادك شي بيد الله سبحانه وتعالي احنا ما بيدنا حتى شي حاجة بالنسبة لي انا ما كنتش كنفكر وفي الاخير انا تحول جيت الهنا الفرنسا نسبة لهكا دولة نقول لك انا ش من دولة تمشي لها فرع مكتب لك اختي شي دولة ركت تمشي لها انا كنعرف ناس مشاول دول اخرين مثلا مشاول انجليز قلسوا في 6 شهر ومبعد رجعوا لدولة اخرى وكان عرف ناس اه ناس حلاقه تحولوا للدول اخرين وقلسوا فيهم واحد المدة ورجعوا لبلاصة اللي كانوا هما فيها في الاول ومنهم بنات في اسبانيا وبنات في ايطاليا مهم يهضروا معايا كانوا مثلا في ايطاليا ومشوا لدولة اخرى كانوا بنات اللي جو هنا الفرنسا وقلسوا واحد المدة وما قدروش او لا دوروا في مساعدتهمش ورجعوا في حالهم منينجا يعني نبغي نقول لك واحد الحاجة ان اعمري قلبك بالله سبحانه وتعالى وصلي صلاة استخارا الله سبحانه وتعالى وربي غادي دي للك اللي فعل الخير لم كتب لك الخير في شي بلاسة فغادي تحمي مندزل السؤال اخر اللي هو من عندنا ايما نائما بالنسبة لي انا سوالتين احد سؤال قلت لي لي سالواه اذا ارجعت الايام اللور واش تتبقي في اسبانيا او لديل فرنسا بالنسبة لي للك اللي ارجعت لي الايام اللور وكنت عارف الفرق ما بين الدولتين ما بين فرنسا و اسبانيا زى عما واش نقدر نقل اسبانيا فلا اختي كنت قتب بجرد الفرنسا يعني نجاوبك بصراحة ونجاوبة لبنات كامله لكي يسولوني هاد السؤال ولا هنا في يوتيوب سلواء واش لا رجع سبك لأيام اللور واش تبقى في اسبانيا فاسبانيا كيف ما قلت لكم كتبقى واحدة الدولة اللي هي عزيزة وفي القلب ودوزنا في أيام زوينا مع أهل وأصدقاء وأحباب والحد الآن باقة ذكريات فيها زوينا ولتحت للفرصة كيف ما كنقول لكم دائما فنشيل اسبانيا ونسارى فيها وهذا ولكن باش نبقى في اسبانيا فنقول لكم لا يعني كنت قد نجي الفرنسا يعني هاتش اللي كاي وندوزو السؤال الموالي وهنا واحد السؤال اللي ضحكني هو من واحد الأخت مريم مريم سولاتني سلواش حال في عمرك فهد السؤال هذا نخليه لكم تومى كتبولي في لي كومنتين شحال تعطوني في عمري وأنا نجاوب عليه واحد المرة أخرى إن شاء الله واحد السؤال آخر اللي من عند الأخت خديجة بيرديج حقي لنطقتك مزيان مو يمسمحوا لي البنات لما نطقتش الأسماء مزيان فقال لي السلام عليكم ورحمة الله بغيت نسولك على السيروم اللي شريتي من الصيدرية واش كانت شي نتيجة زوينة ولوالو بالنسبة للسيروم اللي كنت خديت البنات اللي ما عارفينوش اللي هو إزدين كنت خديت كان فيه جوج كان ديال الصباح وديال الليل فأنا استعملته فمن كدبش عليكم مزيط شي باكية آخرى كان خاصني نزيد ولكن تلهيت وما بقيت شكعة شريتها وأنا من ذاك النوع اللي كان ملداغي يعني مشي كان نديروح التريطمو وكان خليها يعني مدة تكاتب عن النتيجة ديالا فكي عجبني نغير فكملت غير هذيك الباكية ولكن من كدبش عليكم بدك الساعة اللي كنت كان دير هذيك الباكية عجبني الحال وعجبني هذا السيروم على وجهي والفرق يعني ما غاديش يبان البنات داغي باش ما نكدبش عليكم ونكونوا واضحين فالفرق ما غاديش يبان ضغية كان مفروض نكمل ثلاثة عاد باش يعني ثلث شهور عاد يقدر يباني وحد النتيجة ولكن أنا من اللي كنت كان ديره على وجهي فكنت كان حسبي كي غديلي وجهي كنت كان حسبي البشرة ديالي كي عجبني من اللي كن ديره على البشرة ديالي كي اعطاه واحد الرطوبة وكن حسبي كي غديها ولكن ما كملتش دوماج مي هو الناس اللي ينصحوني به واللي سمعتم كي هذروا علي فالناس موتوقين وراني كنت قلتها لكم في حد الفيديو فهو سيروم غزال إلي تبعتيه ثلث شهور الفوق يعني مهيم ثلث شهور هي أقل مدة فان شاء الله غدي يكون واحد النتيجة زوينا ما تديروش بحالي أنا راضغية كان مل كي عجبني التغيير كي عجبني نبدل هذا ما كان دوزل سؤال الموالي اللي هو من عند الأخت لطيفة قالت لي سلام سلواء أنا سولتك على التعليم اللي كيعطيوا الوليدات اللي جايين من إسبانيا أو لإيطاليا اللي كانوا اللي كيكونوا كبيرين بالنسبة للتعليم نعطيكم من التجربة دولادي أنا فبالنسبة للبنتي الكبيرة عم الصغر فراهم دخلوا عادي مع الصغر ولكن بالنسبة للبنتي الكبيرة ففي اللول ما دخلوهاش للقسم عادي مع هكا مع التلامد عاديين في اللول بعدك يدروا لي موحد المتيحان قبل وكيكون شي شوية سهل ماشي صعيب باش كي عرفوا المستوى ديالهم من بعد ما اللي دخلات هكا للليسي يعني دخلوها الواحد القسم اللي فيه حتى هو ولدت هكا جايين من دول آخرين مثلا من شينوا من إيطاليا من اسبانيا من هجيين هكا من دول عربية من أفغانستان يعني فيهم من دول يعني بزاف الدول وكيكون هكا ما فيش تلاميذ بزاف فكيبدو مع هذي كل أستاذة بحالة كتبدو كتدمجهم وكيبدو يتعودوا على المدرسة ويتعودوا على اللغة عاد باش كيبدو يدخلوا ليهم كل مرة كيدخلوا ليهم واحد المادة كيبدو معهم مثلا بالماط لأن الماط في الغالبية الأحيان كيكون في جميع الدول بحال بحال وعد كيبدو كيدخلوا ليهم بالمادة بالمادة حتى كيكملوا ليهم المواد يعني ماشي دقة وحدة كيدخلوا من المدرسة لقيسم مع التلاميذ من دقة والحين فأنا بنتي أنا جاوبتك على التجربة بنتي فقدروا معها بحال هكا يعني كيبدو معهم بواحد القيسم ومن بعد كيبدو يدخلوا ليهم مواد آخرين ندوزل السؤال آخر ودابا البنات غادي نجاوكم على واحد سؤال ما مكتوبش هنا ولكن كيجيني بزف في الإنستغرام وفي يوتوب كيسولوني بنات كيقولولي سلوى بغينا نبدلو عيش المستوى ديالي بخير رجلي خدام وعيشها مزيانة ولكن بغينا نبدلو باش نصحينا سلوى هاد السؤال كيجيني بزف وبنات كيقولي ما عندهمش الجنسية وحتهوما بغينا يبدلو هكا شي دولة أخرى ماشي بالضرور إسبانيا حيث أنا جيت من إسبانيا ولكن بغينا يبدلو شي دولة أخرى ويهكا ماشي بالضرور يجيو الفرنسا كيف ما قلت لكم ومشي بالضرور يكونوا من إسبانيا فكيقولوا لسلوى باشا تنصحينا باشا تنصحينا بالنسبة لي أنا لبنات غنقدر نجاوبكم على واحد الحاجة أن الحاليا العالم لا أوروبا ولا في أي بلاسة العالم يعيش وحد الأزمة فيروس كورونا هذا الفيروس هذا خلى بزاف ديال القطاعات اللي يكونوا سادين ما خدامين بزاف القطاعات خلى يوقع وحد النوع ديال أن الخدمة ما بقيتش كيف كانت تقدري تدفع السيفي ديال لأي بلاسة ويعيط لك تخدمي وهذا الخدمة ولا تشوي صعيبة لأيش لأنه لكم بزاف القطاعات اللي واقفين حاليا القطاعات اللي خدامين هنا مثلا في فرنسا فهما هكا ديال سوبر مارشي أو لد الأسواق مثلا وهكا النظافة وهكا المكاتب وحتى هكا بعض المحلات ديال الحويجو هكا أرهم الأغلب يصدوا بقوا وغيش محلات قلالين يعني دابة حاليا العالم كيف ما قلت لكم كيعيش واحد الأزمة لا بالنسبة للخدمة ولا بالنسبة للسكن لأن السكن هنا في فرنسا إلا بغيتوا تسكنوا في فرنسا مثلا وكنت قد جي منش دولة أخرى فراه صعيب عليكم باش تلقوا سكن لأن السكن عنده شروط أولا والشروط دياله من أول شرط فيهم هو العمل كيف ما قلت لكم في فيديو سابق أنك تقدري تلقي خدمة والسكن ما تلقيش فلا جيتي هنا وما لقيتيش خدمة ركا ما تقدريش تسكني هذي واحد الحاجة تدريها في بالك إلا لكانوا عندك شعائلة هنا أو لشي ناس اللي غادي يدبروا لك هكذا ساكن وحتى العمل فحاجة مزيانة أما إلا كنتي عيشة باخير وعلى خير في الدولة اللي انتي فيها خدام بدارك الزوج جيلك مثلا خدام عيشة باخير غير بغيتي تبدلي حيث انتي بغيتي تبدلي مثلا أو لما عندك شي ضروف اللي يعني صعيبة يعني عليش غادي تبدلي فمن نصحك حاليا يعني الواحد اللي في بلاصة رح جالس فيها دابا واللي في خدمة رح عايش فيها تسمحوا لي لا سمعتوا الصداع واللي في خدمة رح جالس فيها لأن الحاليا العالم يعيش واحد الأزمة وبالزاف للناس اللي كيمشي ويدفعوا سيفيات ويدفعوا ويعودوا فرما كيلقوش يعني خدمة فمن الأحسن الواحد يجلس هكذا في بلاصة فين هو فيها حتى يتصر الأمور الحمد لله دابا اللقاح بدك يوجد يعني الناس كاملين غادي قدروا يتلقحوا وترجع الحياة المجرهة وذي الساعة اللي بغي بدل ولا اللي بغي بشي دولة أخرى فغادي يكون حسن غيكون عنده بزر الفرص متاحة غيكون تقريبا القطاعات كاملين حالين يعني غيكون العمل حتى الواحد فاش يقدر يختار ماش غير يخدم أي عمل وصافي فهدي نصيحة لأخوات والخوط اللي بغين يبدلوا لشي دولة أخرى فرح حاليا كيف ما قلت لكم العالم كيعيش واحد الأزمة يتيب واحد الخدمة وساكن يعني الحياة مستقرة فما عندك علاش تبدل وتبدأ وتقدر تطلق الدار وتطلق الخدمة ديالك وتبشيل شي بلاص أخر وما تلقى ولو وتعود ترجع البلاص اللي جيتي من وتصدق يعني الواحد تسمح في الخدمة دياله واسمح في الدار وفي كل شي يعني وتولي عندك واحد الأزمة فحاليا نصيحة مني الأخوات كاملين اللي بغين يبدله يعني حاليا الواحد يقلس في الدويرة دياله وفي الخدمة دياله حتي يدير المفعول دياله والحياة ترجع كيف ما كان واللي بغي يبغي بلاص ديك سعر الله يسهل على الجميع غادي نوقف هنا البنات تبارك من الأسئلة بش ما يجيش الفيديو طويل نتمنى نكون جاوبتكم على الأسئلة اللي كتطرحوا عليها المهمة أنا اخترت غير الأسئلة المهمة اللي غا تستفدوا منها طبعا نتمنى نكون فتكم ولو غير بشي حاجة قليلة ولي عنده اي سؤال طبعا خليوا لي هنا في الفيديو ونجاوب عليه في فيديو آخر إن شاء الله غادي نقول لكم لايك وبرتاج إلا أجبتكم القناة وعجبكم المحتوى هكذا غادي تزيد تكبر القناة دي نا إن شاء الله غادي نقول لكم شكرا لكم لكم وشكرا لكم على المشاهدة الفيديو حتى للآخر غادي نضرب لكم موعد قريب إن شاء الله في فيديو